اشتركوا في القناة يعني هي شبيهة للتوقعات الأسبوعية ولكن بشكل مختصر وسريع يعني للوحد يكون عارف خلال الأسبوع من بدايته للسبت القادم كيف الأمور رح تمشي معاه يعني يكون عنده خبرات طبعا الشرح المفصل هو رح يكون في التوقعات اليومية ولكن هي اللمحة عن تحركات القمر القمر اليوم موجود في الآن موعد بث الحلقة اللي هو الساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الجمعة القمر ما زال موجود بالسرطان بعد تقريبا ساعة وربع بيبدأ قلوه مسار قلوه المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم اللي هو الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد طبعا حكينا عن قلوه المسار في حلقة الأمس وحكينا أن قلوه المسار دائما هي حالة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلوه المسار بما أن القمر رح يبدأ بعد قليل الانتقال لبرج الأسد معناته توقعاتنا اليوم عن الانتقال كامل كأن القمر الآن موجود في برج الأسد طبعا حكينا أنه رح ينتقل الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء من مساء الليلة الجمعة ويكمل طيلة نهار يوم السبت في برج الأسد التوقيت بتوقيت غيرينتش عشان هيك منبلش نشعر من كمان شوي يعني أو بلش بعض الموليد اللي هم كصوصا العشريات الأولى أو الدرجات الأولى يشعروا أنه في هاي الفترة بصير الجو العام أكثر كرما معتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا زاويتين بطيئات مهزال ومستمرات والزاويتين هدولة لغاية تسعة ستة طبعا الزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتن هاي الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية راح تكون بين عطارد وبين زحل برضو هاي تأثيراتها لغاية يوم تسعة ستة هي اللي بتسببنا نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وتعرضنا لبعض الإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل اليوم أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها لغاية ساعات العصر يعني منقدر نحكي من منتصف الليلة هاي اللي هي السبت الجمعة على السبت بتبدأ تأثيراتها وبتستمر لغاية قرابة ساعات العصر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة عشر وخمستعشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش طبعاً تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة عشر وستة واربعين دقيقة ما قبل الظهر طبعاً برغو تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بهاي الفترة بيتجه للتنفيس أو الهروب من الواقع من خلال صرف النقود بإسراف دون حسب بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس اللي هي تشكل فيها القمر بصير واضح بشكل هلال كامل في هاي الفترة طبعاً هذا الزاوية التزديس راح تكون الساعة 11 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعاً هي بتبدأ تأثيراتها من ساعات العصر وبتستمر لغاية اليوم التالي اللي هو لغاية يوم الأحد هاي الزاوية بتخلينا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا الحدث اللي راح يصير اللي هو تقريباً بحدود الساعة 9 و 56 دقيقة من مساء اليوم اللي هو مساء اليوم السبت اللي هو بداية تراجع زحل في برج الدلو طبعاً هو راح يتراجعه دائماً هو بيكون أربع شهور ونص عادةً قرابتها يعني فعملية التراجع هاي راح يتضل لغاية يوم لصباح يوم 23 عشرة طبعاً في أشخاص بيجي بقولك أنه فترة التراجع هي الدمار وهي المشعار في إيش وعلى الأبراج فعلياً هو لأنه كوكب بطيء وحركة بطيئة فتأثيراته بتكون بطيئة يعني مش الكل بشعر فيها بنفس فترة حدوثها وكمان على أي درجات بتصير عادةً الكواكب الكبيرة أنا بعطي لمحة عنها ما بعطيش تفصيل لأنه التفصيل مش دائماً بيكون دقيق وممكن يكون محبط وهذا معروف عنه هذا كوكب زحل هو المعلم الصارم أنا ما بقول أنه والله النحس اللي مش عارف إيش اللي بيدمر الدنيا يعني بوصفه بأنه هو شوي بيكون ضاغط على الأشخاص عشان يطلع منهم أشخاص آخرين هس في عملية التراجع الصفة العامة للتأثيرات هذا الكوكب أنه منشعر بالضياع وبعدم قدرتنا على تنظيم أمورنا بيصير في عنا نوع من أنواع الفوضى وبتعم الفوضى في حياتنا اليومية بيبطل في عنا تركيز وبالضاء لعنا الحسب المسئولية والواجب رغم أنه بكون لعنا التزامات ولكن أنه الفوضى هي اللي بتعمل لعنا أنه ممكن أنه ما نلتزم أو نقصر في التزاماتنا في هاي الفترة أهم النقاط أنه برضو أنها بتزداد مصاريفنا عشان هيك بتختل ميزانيتنا ومنجد الصعوبة في السيطرة على الوضع المالي منلاقي أنه المصاريف هي زيادة عن اللزوم ومتطلبات كثيرة بتصير علينا حتى إحنا بصير من ميلة تبذير بشكل أكبر بتكون تنتبهوا من هاي النقط اللي أنا حكيتها فهيك أنت بتطلعوا من عملية التأثيرات السلبية للتراجع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا الأكثر حساسية اللي هو القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربة القلب العمود الفقري الظهر الجانبا بالنسبة لهذه الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا ما بنصح لإجراء عمليات جراحية مثل قلب مفتوح مثلا أو تقويم عمود فقري أو ديسك مثلا هاي الأشياء ما بنصح فيها مثل القسطرة أو الأمور اللي هي العمليات الصغرى ما في أي مشكلة الفحصات أو جراء تخطيط قلب أو أمور إلها علاقة بالإيكو مثلا أو فحص جهد هاي ما فيها أي مشاكل لكن عمليات الجراحية الكبرى التي تتعلق بالقلب والشرائين أو العمود الفقري أو الظهر يعني تحديدا ما بنصح فيها خلال فترة وجود القمر في برج الأسد بالنسبة لهذا اليوم طبعا هو يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن بالنسبة للجراحة لأن الزهرة منتحسة شوي عندي تحفظ على هذا الموضوع ممكن حقن علاج بشرة شغلات زي هيك بحكي ماشي الحال هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأحد خمسة ستة بيبدأ في تمام الساعة 11 و11 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الاتنين ستة ستة حتى تمام الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج العدرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال خمس أيام في تمام الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح ست أيام نسبة الإضاء اليوم كاملة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الأسد حتى يوم ستة ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بتنزل حضوضه وبعدين برجع بنزل كمان اللي هي في ساعات المساء بنزل لمنتحس بنسبة 10% عطارد في الثورة حتى يوم 13-6 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الثورة حتى يوم 23-6 منتحس بنسبة 25% المريخ في الحمل حتى يوم 5-7 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 بعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو بدأ في عملية التراجع ورح يستمر التراجع هذا لغاية يوم 23-10 هو الآن سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات المساء لما يبدأ عملية التراجع بيصير منتحس بنسبة 15% أورونس في الثورة حتى يوم 24-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع في هذا التاريخ هو سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية ولمحة عن التوقعات الأسبوعية برج الحمل بالنسبة للقمر طبعا معروف أنه هو موجود في البيت الخامس اللي هو رح يكون اليوم السبت ويوم الأحد موجود في هذا البيت فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة وإيجابية وبتنجحوا في الترويج لهواية لترويج لسلعة معينة لترويج لأفكاركم حاول أنك تكون جريء في الطرح الفترة هاي إيجابية بتتصارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض مميز خلال هذول اليومين ولكن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القمر رح ينتقل ويمكث في البيت السادس اللي هو إلو علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدك تتوقع تراكم العمل عندك أكثر من المعتاد تجد صعوبة في إنجاز أعمالك وبرضو بعض الأخطاء أو المشاحنات ما بينك وبين زملائك في العمل بعض موليد برج الحمل ممكن يشعروا ببعض التعب أو الوهن في خلال هاي الفترة أو يكون عندهم بعض الاهتمامات الطبية مراجعات علاجات أشياء من هذا القبيل يوم الخميس ويوم الجمعة القمر بنتقل وبصير مقابلكم تماما فعشان هيك الطاقة بتنزل عندكم شوي بصير جيد على مستوى الشراكة والتحالف والتقارب من الشركاء وتعزيز العلاقة معهم ولكن طاقتك بتكون ضعيفة ما بنصح في هدول اليومين اللي هم الخميس والجمعة إنك تكون عصبي بدك تمسك عصبيتك تبعد عن المشاكل والمشاحنات ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير أما بالنسبة ليوم السبت ويوم الأحد القادمات القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثامن فبتتركز أمورك على الأمور المالية المشتركة فيه نوع من أنواع الاهتمام المالي ما باستحقاقات أو استردادات مالية أو أمور إلها علاقة بقرب بنك ضريبة تامين يعني الاهتمام بشكل عام رح يكون مالي وفيه فرص مالية أو مكاسب مالية رح تكون في قلال هدول اليومين برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم السبت والأحد الغد برضو القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك هذا بيت البيت والعائلة فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن يكون في بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة أو حدث معين عائلة بتختل عندك بعض المواقف فموقفات المتحفظات ممكن يصير فيه بعض الخلل تفقد صبرك أو صمتك فتنفجر في الأشخاص اللي حواليك بدك تضبط أحصابك طبعا اليوم اتجنب العمليات الكبرى حاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الرحة من وقت لآخر حاول إذا شعرت بالتعب أنك تستشير طبيبك طبعا بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء تعتبر هاي من أهم وأكثر الأيام تميزا لأن القمر رح يكون موجود في البيت الخامس لإلك اللي هو العذراء فعشان هيك هاي الأيام بتصير مميزة على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على مستوى الدعم على مستوى الهوايات والترويج لشيء معين علاقتك مع الأبناء علاقتك مع الأحبة فترة حلوة جدا جدا هي اللي رح تستمتع فيها في منتصف الأسبوع أما بنسبة ليوم الخميس والجمعة بتنزل الحضوض شوي لأن القمر رح يصير في بيت العمل وبيت الصحة فرح تنهمك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بتراكم عندك العمل في بعض الأوقات حاول أنك تعمل عمل واحد مش اتنين مع بعض عشان ما تتشتت وبعدين ما تنجزهم بالكامل وابعد عن المشاحنات ما بينك وبين زملائك في العمل وفي نفس اللحظة ركز على أمور الصحة ما في شيء بخوف ولكن هي عملية متابعة ممكن بعضكوا يراجعوا مستشفى أدوية علاجات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة ليوم السبت والأحد القادمات القمر بصير موجود في البيت السابع يعني مقابلكم تماما هذا اليوم بتكوا تحذروا أو اليومين هذول بتكوا تحذروا لأن طاقتكم بتضعف بصير في عندكوا ردات فعل سلبية جيدة هذول اليومين على مستوى الشراكة وعلى مستوى العلاقات مع الشركاء وتعزيز العلاقة معهم شركاء المال وشركاء العاطفة ولكن لأن القمر بيكون مقابلك تماما فطاقتك بتكون ضعيفة هنا سهل استفزازك وسهل إنك تدخل في مشكلة بدك تبعد عن الأمور القضائية والمشاكل والعصبية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم وبكرة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش إنك ما تتهرب منها أممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات خلال هذا اليوم بشكل كبير طبعا احنا بنحكي عن اليوم السبت ويوم الأحد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع لأيلك عشان هيك رح يتركز الموضوع كله على البيت على العائلة على المناسبات الاجتماعية العائلية ممكن تصليحات ترميمات أو اهتمامات بمصاريف أو بأحد أفراد العائلة طبعا في هاي الفترة مناسبة لكم للي بدي يستأجر بيت بده يبيع عقار بده يزرع نبته بده يهتم بأمور إلها علاقة بالعائلة هاي أيام مناسبة أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة القمر رح يكون موجود في بيت الحب والعاطفة والحضوض فهنا الدعم بصير أكبر بالنسبة للكم طاقتكم بتصير في أوجهة عاطفتكم بتصير في أوجهة هنا جيدة للحب والغراميات والتقرب من الأبناء وحل بعض الأمور وبرضو للأمور اللي بتتعلق في التجميل أو في اللباس أو تغيير المظهر والهندام أما بالنسبة ليوم السبت القادم والأحد القمر بصير في البيت السادس فبداية أسبوع رح يكون ضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة بتكون تحذروا منها وتراقبوها بشكل جيد على أساس أنه ما يصير فيها مشاكل وبرضو لا في العمل ولا في الصحة وابعدوا عن المشاحنات ما بينكم وبين زملائكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً الكل بيعرف أو موليد برج السرطان تحديداً بيعرف أنه الشمس موجود في بيت المتاعب في الجوزاء وهذا سبب أساسي في عملية الضغط اللي بتشعروا فيها الهرهاق التعب الصحي التعطيل الأمور اللي إلها علاقة بالمشاحنات والعصبية طبعاً هذا رح يستمر لغاية عيد ميلاد ولكن حركة القمر لما بنتقل من برج لبرج بخفف الضغط عليكم شوي بعطيكم بعض الأمل أو بعض الحدود مثل اليوم مثلاً القمر موجود في البيت الثاني اليوم وبكرة فهذا بعطيكم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شنكما تتسرعوا بتوظيف الأموال حاولوا إنكم تدققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات عندكم بشكل ملحوظ أهم شي إنكم تتفاعلوا الآن من يوم الاثنين والثلاثة والأربعة هذولا الثلاثة أيام عندكم طاقة عجيبة غريبة رح تكون رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات النقاشات الترويج لسلعة معينة الدراسة الامتحانات كلها هاي أوقات ممتازة جداً في منتصف هذا الأسبوع ممكن البعض يكون له نوع من أنواع التعامل ما بين الإخوة والجيران أو الاهتمام فيهم أو بمشاكلهم أو بصحتهم الأجواء جيدة وداعمة بشكل كبير يوم الخميس والجمعة القمر بصير في البيت الرابع لإلكم الاهتمامات رح تكون في نهاية الأسبوع على العائلة على التقارب مناسبة اجتماعية عائلية حفل مناسب مثلاً عودة أحد الأشخاص من خارج البلاد أو جمعة عائلية استئجار بترميم تصليح مشتريات يعني الاهتمام كلها رح تكون لها علاقة بالبيت والعائلة في خلال يوم الخميس والجمعة أما يوم السبت القادم والأحد فيعتبر بداية أسبوع مميز جداً على المستوى العاطفي هنا الحب رح يلعب دور كبير الغراميات، الهوايات، الترفيه، التجميل، تغيير المظهر والنفسية الاهتمام بالأبناء رح تكون قوية وممتازة جداً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم معروف إنه القمر صار عندكم اللي هو اليوم السبت ويوم الأحد برضو رح يظل موجود عندكم فهذولا بداية لفترة أفضل من الفترة الماضية أو من الأيام والأسابيع الماضية هاي الفترة بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة هاي الخطوة اللي تدعم من مركزكم الاجتماعي أو علاقاتكم أو تبدروا بخطوة جديدة بأي اتجاه بتقدر توضح عن وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك طبعا هذا الموضوع راح يكون يوم السبت ويوم الأحد الطاقة الإيجابية هاي اللي موجودة حواليك أما بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثة والأربعاء هنا الاهتمام راح يصير على الوضع المالي مكاسب مالية بتيجي عادة من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو هدية أو مستحقات مالية أو بتنهمك في بعض الفوتير والمصاري في الأهم إنك تحافظ على أموالك من التبذير وبرضو من الإسراف وبرضو من النصابين والمحتالين في هاي الفترة أما بالنسبة ليوم الخميس ويوم الجمعة فطبعا هدولة يومين نهاية الأسبوع راح يكون حافلة عندك بالنشاطات بالحركة بالاتصالات باللقاءات حتى بالعلاقة ما بينك وبين الإخوة أو ما بينك وبين أحد الجيران الأجواء جيدة ومنتازة جدا على مستوى الامتحانات والمقابلات وحتى على مستوى السفريات والترويج لسلعة أو لأمر بتعلق بالتجارة المحلية أما بالنسبة ليوم السبت القادم ويوم الأحد القادم طبعا القمر راح ينتقل ويصير في بيت البيت فرح يصير التركيز على مستوى العائلة والبيت والعقار تصليحات مشتريات ترميم تصليق يعني من هذا القبيل وممكن مشكلة أو مناسبة تكون عائلية أو تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أو يكون في حدث مميز إلو علاقة بالعائلة فعشان هيك هذا من الأيام اللي شوي بيكون فيها بعض الضغط وبتحمل فيها مسؤوليات كبيرة ولكن برضو أيام مميزة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر معروف أنه موجود في بيت المتاعب الآن في برج الأسد وهذا راح يستمر اليوم وبكرة يعني السبت والأحد موجود في بيت المتاعب فبتشعروا أنه التعب بسيطر عليكم أهم شيء أنكم تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير بتكوا تحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالكم أو تتأخر أعمالكم أهم شيء أنه تبتعدوا عن الضجيج والصخب حاول أنك ما تحسم قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذوا لك الحظ بكل بساطة فعشان هيك بدك تكون هادي خلال هدول اليومين تمشيهم بشكل روتيني فقط لا غير من يوم الاثنين والثلاثة والأربعاء القمر رح يوصل لعندك طبعا هنا رح تتبدل الأمور بشكل كبير الطاقة رح تصير إيجابية رح تشعر أنه عندك نشاط عالي حتى الجنس الآخر رح يصير ملفت للنظر لإلهم أكثر وبالمقابل تقدر تبدأ بأي شيء أو بأي اتجاه اللي تعود كل الضغط اللي كان عليك خلال الفترة القادمة هدولها ثلاث أيام مميزات جدا بالنسبة لأيلك من يوم الخميس ويوم الجمعة القمر بصير في بيت المال وهنا التركيز بصير على المرابح والمكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو الهدايا اللي ممكن يحصل عليها بعض موليد برج العذراء أهم شيء انكم اتخففوا من مصاريفكم اللي ما الهداعي تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية انتبهوا على أمالكم من السرقاء أو الضياع في هاي الأيام بعضكم ممكن يهتم بمصاريف استشفائية أو ببعض الفواتير وسدادها أما بالنسبة لأيوم السبت والأحد القادمات الأجواء رح تكون نشطة جدا 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 لدرجة أنه انت ما رح تهدأ لا باتصالاتك ولا بحواراتك ولا بنقاشاتك لأنه هذه أيام تعتبر أيام اتصالات حتى على مستوى الامتحانات المدرسية لطلاب المدارس ممتازة جدا أهمش إنهم يركزوا ما يتسرعوا بالإجابات من كثرة الطاقة الحدث عندهم عالي جدا حتى هاي أيام مميزة على مستوى التسويق للتجارة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا في نوع من أنواع الضغط بلش يصير عليكم اليوم الأجواء مناسبة جدا على مستوى اليوم وبكرة له السبت والأحد بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتكم مهمة وبتمتعوا بسرعة خاطر وبديها عالية جدا اليوم ممكن أنك تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ورح تعرف لقاءة داعملة إلك أهم إشي إنك ما تتأخر أو تبتعد عن العلاقات الاجتماعية لأنه الاستفادة كلها في العمل الاجتماعي خلال هذولا اليومين أما بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب فرح تبدأ فترة صعبة شوي على المستوى النفسي الصحي حتى على المستوى الاجتماعي بتشعر بضغط كبير سهل جدا أنه أي شخص يوعدك في هاي الأيام بشيء ما يوفي فيه ممكن تتأخر بعض الأعمال أو بعض النتائج بالنسبة لإلك بتفقد حضوضك بشكل كبير عشان هيك لازم تستغل هاي الأيام إنك تعمل الأعمال الروتينية من مساء يوم الأربعة والخميس والجمعة القمر رح يوصل لعندك فهذا الإشي رح يعوض الأيام الماضية فرح يعطيك طاقة بشكل كبير جدا لدرجة إنه رح تعوض كل الخسائر اللي صارت ببداية الأسبوع وتبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لإلك المستوى الشخصي والنفسي وحتى بكل الاتجاهات الأجواء بتكون جميلة جدا أما بالنسبة للسبت القادم والأحد فالتركيز رح يصير على الوضع المالي ما بين مكاسب مرابح أغلبها بتيجي هي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو البعض ممكن يحصل على بعض الهدايا أو يهتم في بعض الفواتير والمصاريف الأهم إشي أنك تحافظوا على أموالكم من السرقة والضياع أو المصاريف اللي ما إلها أي داعي برج العقرب بالنسبة لهذا اليوم ويوم الغد الأحد التركيز كله رح يصير على العلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم بالمسؤولين والحفاظ على السمعة لأن القمر في البيت العاشر فبيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل خلال هذول اليومين أهم إشي أنك ما تنفعل ما تعصب ما تخال في القوانين احرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ما في داعي للتهور نهائيا خلال هذول اليومين حاول أنك تحرص على لجم انفعالاتك أو عصبيتك إذا شعرت ببدايتها في خلال هذول اليومين ابتداء من يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء هذول الثلاث أيام قوية جدا عن المستوى الاجتماعي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو مع الأصدقاء ممكن تستغل بعض الأشخاص أو المعارف اللي بتعرفهم لواسطة معينة يدعمك بشيء معين ينجز عنك بعض الأعمال فهي فترة مناسبة اجتماعيا بالكامل أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة فبتشعر بطاقة ضعيفة جدا عندك نزلت طاقتك وبرضو في نفس اللحظة بتشعر أن الصحة بحاجة للمتابعة لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب في اليومين هدول فعشان هيك بدك تنتبه وبرضو في نفس اللحظة أي شخص بوعدك بشيء خلال مساء يوم الأربعة والخميس والجمعة اعرف أنه هذا الشخص ما رح يوفي بوعده ممكن تتأخر بعض المراسلات أو تتعطل بعض الأمور أو يلتغى موعد بالنسبة لك بشكل مفاجئ يعني تكون موعود بشيء أو عندك موعد تلاقي تتأخر أو تأجل أو تغير بشكل كبير من بداية الأسبوع السبت والأحد بصير القمر عندك فهذا الشيء رح يمنحك طاقة عالية جدا وقوة حضور وشخصية على المستوى النفسي والشخصي والمظهر يعني بكل الاتجاهات بتقدر تستغلها الفترة القادمة بداية أسبوع بتكون مميزة جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بداية أسبوع جيدة ولكن نهاية الأسبوع بتكون شوي ضاغطة بالنسبة لألك اليوم السبت والأحد طبعا التركيز كله على النشاط بالسفريات والاتصالات والتنقلات لبعيدة ورشات عمل امتحانات جامعية كلها هاي بتنجح فيها حتى رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم برضو مميزة في بعض موليد برج القوس ممكن ينشطوا بسفر أو رحلات أو يفرحوا لانفراج أو تسوي مهمة أو يجيهم شيء من خارج البلاد بتهتموا بهواية جديدة حيوية وحماسة عالية جدا بتقدر تتابع كل المساعي وكل الاتجاهات وعندك القدرة على التواصل مع محيطك بشكل ممتاز جدا في خلال هذول اليومين أما بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثة والأربعة طبعا التركيز رح يصير على العمل جيد الأيام هاي للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بده يقدم سيفي لإلوه أو بده يعمل مقابلات علاقته مع المسؤولين اللي بينجز أعمال في هاي الأيام ممكن يكرم فيها أو يحصل على ترفيع أو مديح بالنسبة لإلوه أو ينجز بعض الأعمال المهمة الأهم أنك تحافظ على سمعتك في هاي الأيام ما تخال في القوانين ما تجازف ما تغامر أساس ما تشوه سمعتك لأنه هذا يعني زي بيت الامتحانات بالنسبة لإلك يا تكرم فيها يا تهان أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة القادمات والتركيز رح يصير على الوضع الاجتماعي ما بينك وبين الأصدقاء الأصحاب لقاءات مناسبة عزومة تندعي لحفل يصير دعوة لحفل معين أو أنه تستغل بعض العلاقات لإلك لإنجاز بعض الأمور كواسطة أو دعم خاص فيك أما بالنسبة ليوم السبت والأحد القادمات فهدولا أيومين ضاغطات لأنه القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب هنا بدك تركز على طاقتك بشكل كبير وتحافظ على صحتك ما تأخذ أي وعد يقطع إلك في هاي الأيام على أنه بمحمل جد عادي جدا توقع أنه يؤجل أو يرفض أو يلغى أو يتم تعطيل بعض المسائل اللي بتكون أنت بتنتظرها فأيومين محبطات شوي ولكن ما بعديها رح تصير الأجواء لصالحك بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز اليوم وبكرة تركيز على الأموال المشتركة فهاي فترة بتقدر تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تحمل هاي الفترة فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة بدك تراجع كل بنودها وكل عقودها وكل معطياتها ممكن تناقش خلال اليومين هذول موضوع تمويل أو قرد أو تسوية أو أمور إلها علاقة بقرد بنكي أو أمور إلها علاقة بالميراث ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة خلال هذا اليومين هذول وتعالج الشؤون العائلية المهمة أما بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فالأجواء ممتازة جدا ودعم الطاقة بيكون عالي جدا على كافة المستويات على المستوى العاطفي على مستوى الاتصالات البعيدة السفريات الحوار والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد الامتحانات الجامعية أيام مميزة على كل المستويات حتى اللي عندهم قضايا قضائية الفترة هاي راح تكون لصالحهم أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة القادمات القمر راح ينتقل ويصير في البيت العاشر فالتركيز هنا راح يصير على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وعلاقتكم بالمسؤولين تقديم طلبات عمل جديد البحث عن عمل في هاي الفترة تنجز بعض الأعمال تكرم فيها يعني أجواء على مستوى العمل بشكل قوي وحتى على مستوى العائلة والاهتمام ببعض أفراد العائلة بصير في خلال هذه الأيام ولكن بدك تنتبه من مسألة أنك تحافظ على سمعتك لأنه في الأيام هاي ما في داعي للمجازفة والمغامرة مخالفة القوانين أي شيء بشوه السمعة بدك تحاول تبعد عنه تماما يوم الخميس والجمعة أما بالنسبة ليوم السبت ويوم الأحد القادمات الأجواء هنا راح يتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء والأصحاب فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء ممكن يساعدوك في إنجاز عمل معين أو يلجأ لإلك أو تلجأ لبعض الأصدقاء لإتمام أمر ما فترة اجتماعية لازم تستغلها ما تتقوقع على نفسك على أساس أنه يعني تكون مكاسبك واضحة في خلال الفترة القادمة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر موجود الآن مقابلكم تماما فبدأ أي ضاغطة بالنسبة لأيكم خلال اليوم وبكرة ما في داعي للمجازفات لأنه عادة لما القمر بيكون مقابلك تماما طاقتك بتكون ضعيفة هو جيد على تدعيم شركاتكم شركات المال والعاطفة وعلاقاتكم مع شركاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء خلال فترة هذول اليومين حاذر من الخلافات ما تضخم الأمور شوي بتبدو مرهف الإحساس بعضكم ممكن يشعر ببعض التوتر قلق خوف وسواس هاي الأمور فبدكوا تحاولوا إنكم تبعدوا عن إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم بكون متقلب أما بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فالتركيز رح يصير على الوضع المالي بشكل كبير وخصوصا الأموال المشتركة فممكن تحصلوا على بعض المكاسب أو الأموال اللي بتيجي من الشركاء إمكان الأزواج أو من شركاء العمل بعضكم ممكن يحصل على قرض أو يهتم بأمور بنكية ميراث أمور الهلاقة بالضريبة جدولة أو فواتير أو استرداد بعض الأموال اللي بتهمه أما بالنسبة ليوم الخميس ويوم الجمعة فنهاية أسبوع بتكون ممتازة جدا للكم على مستوى الاتصالات البعيدة والسفر العلاقات مع الأجانب الحوارات النقاشات الامتحانات بتدعمكم بشكل كبير حتى على المستوى العاطفي فترة ممتازة جدا منكم ممكن يشارك في دورة أو في اجتماع أو في بداية شيء جديد على المستوى التعليمي أو خدوم بعض الأشخاص من السفر أو أنتم ممكن يكون عندكم رغبة للسفر والتعامل مع الأجانب أما بالنسبة ليوم السبت والأحد القادمات فبداية أسبوع بيكون فيها بعض الضغط لأنه رح يكون فيه عمل كثير أو بتركزوا على أمور العمل بشكل أكبر علاقاتكم بالمسؤولين أو بداية تقديم طلبات العمل أو عمل جديد أو البحث عن عمل فيها وبرضو المناسبات الاجتماعية اللي على مستوى الناس اللي بتعرفهم اللي ممكن يدعموك بأشياء تعزز علاقاتك بشكل أكبر في هاي الفترة ولكن في هدول اليومين بإل هو السبت والأحد القادمات بدك تحافظ على سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك بأي تصرف مهما كانت الظروف لأنه هذا بيت السمعة اللي ممكن تحسب عليه فعشان هيك ما في داعي للمخالفات نهايا برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس اليوم وبكرة اللي هو بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك راح تشعروا إنه العمل بدأ بالتراكم عندكم بشكل تدريجي حاولوا أنك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنجبه غذائكم راحتكم حاولوا ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية بدك تحاول إنك تكون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك بشكل كبير يعني بمعنى آخر الاهتمام راح تركز فيه على عملك وصحتك تبعد عن المشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل أما بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء والأربعة لغاية ساعات المساء طبعا القمر راح يكون موجود مقابلك تماما وهذا الشيء راح يسحب من طاقتك وفي نفس اللحظة راح تكون سهل استفزازك عصبيتك بتكون في أوجهة ابعد عن الخلافات قدر الإمكان ممكن تستغلوا هاي الأيام في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاء المال والعاطف في هاي الفترة ولكن زي ما حكينا بدك تضبط أعصابك بعيد عن المشاكل مهما كانت الظروف أما بالنسبة ليوم الخميس ويوم الجمعة طبعا من مساء يوم الأربعة والخميس والجمعة القمر راح يصير في البيت الثامن فهنا التركيز كله راح يصير على الأمور المالية المشتركة ممكن قرض بنكي ممكن مساعدي سلفي ممكن حل بعض الفواتير أو الالتزامات بعضكم ممكن يطالب بحق لإلو أو أموال لإلو أو أموال لإلو أو أموال إلها علاقة اللي هي أموال قديمة كانت معدومة صعب أنك أنت تحصلها تحصلها أو يجيك دعم من بعض الجهات الخارجية أجوى على المستوى المالي الداعمة فيها بعض المكاسب بعض الحلول المالية اللي راح تكون لصالحك أما بالنسبة لأيوم السبت القادم والأحد القادم القمر راح ينتقل للبيت التاسع فهنا راح تكون بداية أسبوع مميزة جدا على مستوى السفر الاتصالات العلاقات مع الأجانب حوارات نقاشات امتحانات ترويج لسلع استراد تصدير قضايا قضائية كلها راح تكون داعمة بشكل كبير ورح يكون فيها فرص على المستوى العاطفي حتى على مستوى دورات أو حابب تأخذ دورة لغة فلسفة قراءة مطالعة كلها ممتازة فعشان هيك تعتبر بداية أسبوع أسبوع ضاغطة ولكن نهاية الأسبوع راح تكون مميزة وجيدة ولصالحك في كثير من الأحداث والظروف اللي تدعمك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا ولمحتنا لهذا الأسبوع طبعا إذا عجبكم الأسلوب هذا عجبتكم الطريقة هاي اكتبوا لي في التعليقات على أساس أنه نظل مستمرين شفتوا أنه هذا الإشي غير مجدي مش مهم عادي جدا نتوقف عنه ما بنعمله في نفس اللحظة ما ذكرنا فترة خلو المسار لأنه خلو المسار للشهر القادم كلها موجودة في صندوق الوصف ممكن ترجعوا لها وتعرفوا خلو المسار ببدأ إمتى والانتقال بيصير للقمر بأي ساعة تحديدا لأنه موجود في صندوق الوصف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم ولمحتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر